واضحة مع إيماءات لحالات هورحية أطنية كبيرة فرم إذا أنا رح كون مضحوطة هورحي ينقف إذا أنا كنت زعلان هورحي يزعل هلأ في كثير مثلا تحديدات بطرع الكاميرات أو بتأخذ زوايا معينة أو أنت بتنقل صورة معينة فبكون فيها إضافات هلأ أنا ما بحكي أنها غير حقيقية ولكن أنا بحكي أنه ممكن أنه تصير اللعب ممكن تلعب لكن بس أنت تيجو تحضرها غير ما أنت تسمعها وأنك خلاص تشوفها مر مرتين تجديد صح تأثير ممكن أنه مباشر وفيش غلط ومشي انتجاه في الممثل عم بعيش الجو عم بعيش بكل الإجواء المحيطة فيه فممكن تأثيرها على نفس المشاهد يكون أكبر وعميق أكثر عندي بيضل حامل هاي سطورة وين ما راح حدر المسلسل خلاص 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 مسلسل راح مش تقليلة أكيد من التمثيل عادة لها شمس والإنجاز اللي كان بحفل الإنطلاقة نكتشف عن الهدف من المسلحي لعضب حفل الإنطلاقة تمام حلق مسرحية شمس الإنطلاقة كانت ضحية 180 ضحية 180 ضحية 180 ناشدنا فيها جميع أنواع العنف التي تعرض إلى المرأة في المجتمع وحقوقها بشكل عام ما طرقنا بشكل كبير للقانون نفسرون تم إلغاؤه لكن ما تم إلغاؤه للكل ما زال جزء منه متعارف على الغاصرين على الغاصرين حلق هدفنا كان في إطلاق حفل الإنطلاقتنا أنه إنا كنا حفظين نخدم شباب شمس ونخدم المجتمع في أين واحد شباب شمس ومطموحهم كانوا يصبحوا على خشب المسرح ويعيشوا دور أنه شخص موضع على شبك تمام بالنسبة لضحية 180 ناشدنا فيها جميع أنواع العنف ضد المرأة إن كان عنف جسدي عنف لطناطي أو إن كان علم عشرة حقوق المرأة إنها مثلا في موضوع الزواج في موضوع الرفض في موضوع التعليم فكان في عندنا إباحيات للمجتمع بمنع أو لا هلأ إحنا بشكل عام وصلنا رسالة إنه ما في إشي بمنع فكرة الفتاة إنها مثلا ما تكمل درستها للمجتمع ومضرقنا كتير لو لاحظتوا كتير مشاهد إنه إحنا حكينا إنه المجتمع هو اللي فرض العيب ما نفرض إنه إحنا فرضنا بأنفسنا يعني المقولات اللي أخدنا من أجدادنا لساتها موجودة لساتنا نمشي على أشياء مش موجودة يعني لا قانونيا ولا مجتمعيا حتى إنها أصبحت إنه أصبحت عادة تقليد إنه هي عيد آه إنه صارت مفهوم مهيب أكثر إنه هي مفهوم إنه إنسانية أكتر حسا مثلا ليل بنت اللي ساكنة في مناطق ضيقة أو مناطق أو حارات صغيرة ما بتطلع لها تبرز أتناقشنا في الموضوع إنه ليل بنت بتم تعنيفها مجرد إنه حدا حكي عنها أو جابت سريتها طب شو دنبها هي؟ آه أنا حكي عنها بطريقة سيئة كانت شاملة كتير جوانب بصراحة يعني نعرض ضد المرأة مثل ما أنت حكيتي ثم يقول أنه خفت مثلا هذه الظواهر مثلا التعليم بالعكس هلأ في صار وعي زيادة عند الأهل إنه لا بالعكس أدى أهلم بنتي وخليها تكمل مستر ودكتوراه ويؤفت خر فيها لكنه في بعض الشرائح بالمجتمع وبعض الناس تفكروا ملسف وهم ضيئ بس حتى الترسيخ للأفكار اللي تغيرت عند الناس حلو نشوفه هكذا عمال مسرحية تذكرون إنه إذا إحنا جهنا للنجاه هي بالتعامل نحن نجع أكثر نحن نتخلف أكثر يعني حتى إحنا حاولنا نناقش فكرة إنه أعطي الفتاة حقها في المنزل إنت هيك رح تصنع بنت خارج المنزل يعني قادرة مستطيعها يعني ما رح تحتاج حدا ورح تكون وقفتها للمجتمع وخفت اعتزاز هلا إذا إندق مناحة طفلك ومناحة طفلتك حب كامل هي ما رح تطلق إنه خارج المنزل فالفكرة اللي إحنا كن نحاول نترحه إنه في مشكلات لساتها موجودة ومع السوشيل ميديا وتطورها الكيسبوك وتويتر والإستجرام صار في مجالات خطر أكبر عن الفتاة يعني حسنا في مفاهيم كتير صغيرة تصير إحنا حبينا ننوح عنها بس إنه نقطة المفهوم الأهالي إنه أوكي إحنا ما عرف تقدم بس دير بالك نطي آفات كل إيشي إلو إيجابيات أو مظلم إلو سلبيات طيب طيب هلا إنتو عملتوا حفلة الإنطلاق عودةً لموضوع شمس إيش إيش الليكس ستاب هلا إحنا من نطرق إن شاء الله هذا استقبال الوفد الجديد من الجيل الجديد طبعا إحنا ما كنا حسبين هذا الحساب ولكن بسبب إنه شغف الشباب وحبهم للشمس في كتير ناس تطلبهم معانا فإحنا مو حبينا باب وجهه إطلاقا لأنه هيك صنعنا شمس إنه شمس مفدل الكل فلازم الكل يكون موجود فيها فإحنا نعطي فرصة إن شاء الله وحبهم الجيل يوم الاثنين لإستقبال الوفد جديد من الشباب المبتعين وفي إحتمال كتير كبير إنه يكون الكادر ستين شخص تقريباً لأنه في فيئات مفدل نصح لحد الآن فبنا نحاول نستقطبهم من خلال الأشياء الآن جميلة شمس ميسم بدي أسألك عن القضايا التي تطرحوها بالأعمال اللي جاي رح تضلكم قصيرين عن مرأة ومشاكل المرأة لا، ما رح نحكي فيها رجب نسكين بي حاجة حدا يزاعد شوية المشاكل لا، رحنا نتطرق إلى موضوع ثانية قصنا موضوع التجار بالبشر رحنا نتطرق لهذا موضوع كتير موضوع التسول، موضوع مفهوم اللعاب عند الشباب اللي عم في الجامع اللي ساعته مستمد موضوع المخدرات ونحنا ما بنا نتطرق المخدرات معروفة في المخدرات صارت بنوع الجيد إلكترونية فإحنا حابين كتير أنه نتطرق لموضيع بتخص الشباب حالياً لأنه نسبة الشباب صاصة عن شريحة كتير كبيرة كانت كنسبة متابعة في فيسبوك أو كنسبة متابعة إلها في المسرح حتى إحنا تفاجأنا من الجمهور اللي كان متواجد في المسرح يعني كان مسرح الحمدلله فول وكان في نسبة كمان ورثين بره وما قدرنا نصدق بهم للأسف أنه ما كانت المقاعد متوفرة ومكافية فأتمنأ لهم ما يزار فسروا بس بخفل الانتغاق استأول حفلة لكم يكون هذا التواجد كبير الحمدلله فأعتقد هذا الموضوع أنه في ناس مهتمين بالمسرح وبدهم حدا يعمل فلا هيك تلاقي مثلا هذا كتير كبير فأنت متوقعتي أنه يجو على الحفلة أكيد طبعا بسحب أخصص شكري للأهالي اللي كانوا متواجدين معنا هذك اليوم كنت مظهور سلم على الأهالي أنه ابني أنا فخور فيه فكتير كان الوضع كتير حلو وبشكر طبعا نادي القدس الرياضي تابع لوزاة الشباب أنهم كانوا معنا وحاولوا يدعمونا ورح يدعمونا إن شاء الله برئاسة علي الحسن وإن شاء الله يا رب نقدم فعلا مسرح وفن يضيق فن هادف تماما ويلغ بالأشخاص مثلا اللي هم مهتمدين حتى يمكن يليك بإسم شمس اللي طبع عند الناس والعمل الرائع صراحة صلا العمل كان كتير رائع وتواجد الناس يعني نسلين حتى اللي كانت موجودة وكانت عم تحكي عن كيف كان هناك تفاعل بين الناس ومبسطوا بالعرض المسرحي بدنا مسنا أخذ من الكيكة دقيقة كلمتين لخريق شمس اللي بيستحقوا كل المحبة والاحترام ينفل كيف كان الباكستيج والتحضيرات طبعا نسل اشعر بدنا مبذتك وإش اللي صار هلأ أحكي لك ما رح قادر أو بصفة الدي كانوا متحايفين الدي كانوا مستعدين انهم يطلقوا الستيج وهم يحكوا البدهم ويعطوا البدهم إياه إحنا تقريبا انت تعرف لازم تعيش انت الممثل في إجواء الإحفاظ نوعا ما حتى أنه يطلق العنان بأقصى حد إلو على الخشبع ما أحكي لك الأجواء اللي عيشناها معهم اللي عيشناها إياهم كان هدفها فقط أنهم ينموا الأشياء اللي بداخلية لديهم شباب الشمس راح أجرح فيها وداما محكموا كثير منها من جوا وهم قاعدين مع بعض متمسكين بأدين بعض مسكتي جدا قوية عندهم هدف يعني أنا مثلا كدفة ذي كل مرة لقيتهم بدافعوا ومتمسكوا بأدين بعض وصلا تنزها وصلا يحكوا الجو اللي عيلي همي فيه فريلان أنا عمري بشهود زيهم صفاء أفكارهم ونماء روحهم من المسرح إشي حتى الكلمات عايز أن تصفهم عايز أن تصفهم إشي فأنا حاب أحكي لهم شمس ضلت شمس جواتهم والأيام اللي جاي رح يتعرضوا لكتير قصص ورح يشوفوا كتير عالم رح يزعلوا ورح يفرحوا أتمنى أنهم زي ما انبسطوا في أول هاب دائما نبسط فيها وبحكي لهم أنه خلصت الإجازة ولازم نرجع نشتغل كافي هسا خلص أعطيتم بعين ثلاثة سبع إجازة لازم نرجع بشكل حامي أكتر على أساس أنه نوصل فعلا للمدرسة الإحامية من إنشاءها إنشاء الله خير شكرا لكم أنا صراحة شخصيا كتير بدع عم شامس وبدع عميك أنت يعني من فكرة صغيرة عم بتطلع جهود كتير لها سمي حبيا إنو وجوها بمجال معيب شكرا كتير إليك شكرا كمان لتواجدك معانا شمس صدت أفكرها إن شمس على تواجدك معانا مرة تانية شكرا لكم باطعة لنا الفصل الله يسرق شكرا كتير بهيك نكون وصلنا إلى خدام هاي الفقر خليكم معنا بعد الفصل رجل شكرا 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 شكرا